لقد سهمت الجزائر بدون هوادة في مد ياد العون للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من آثار الأزمة الصحية ومخلفاتها المتواصلة حيث رافعت الجزائر على المستوى الدولي وموذ بيداية الأزمة الصحية من أجل العمل على تكريس المساواة بين الدول في توزيع اللقاح خاصة لفائدة الدول النامية بغض النظر عن مستويات تطورها الاقتصادي أو التكنولوجي حتى يتصنى لها التمتع بحقها في الرعاية الصحية المناسبة واللازمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا وعلاوة على المساهمة المالية التي قدمتها الجزائر لصندوق الأمم المتحدة لاستجابة العالمية الفيروس دعت بلاد المؤسسات المالية الدولية إلى فك الخناق عن الدول النامية من خلال تبني جملة من المبادرات التي تشمل التخفيف من عبء ديونها ومرافقتها في سياساتها الوطنية لما بعد كوفيد-19 وتسخيل الإمكانيات المالية التي تسمح لها بإعادة تأهيل قنوات التمويل والتسويق وكذا النهوض باقتصادياتها وعلى الصعيد الإقليمي شدت الجزائر مراراً على ضرورة تعزيز التنسيق بما يسمح بدعم التعاون في إطار أجندة إفريقيا 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة كما ساهمت في إرساء مختلف الآليات على المستوى الإفريقي لمواجهة هذه الجاحة على قرار إنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء الذي لم تتردد الجزائر في المساهمة فيه مالياً